فيما يخص موقفنا من الصحراء القربية نختير نذكر هون بالمبادئ الاساسية للموقف موريتانيا من قضية الصحراء انه موقف معروف منذ 1979 وهذا الموقف يتجسد في الحياد الإيجابي والحياد الإيجابي بالنسبة للحكومة الموريتانية عنده إذنة ركائز أساسية الركيزة الأولى هي أن الحكومة الموريتانية ملتزمة باحترام جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصيلة بهذا الموضوع الركيزة الثانية هي أن الحرص وكل الحرص والعمل المستمير في أن تكون علاقاتنا متميزة الثنائية ممتازة ومتميزة مع كل الأطراف والنقطة الثالثة لنا بن عليها أن موريتان لها الاستعداد التام وإرادة صادقة لكل ما من شأنه أن يساهم في إيجاد حل سلمي للقضية ويجعلنا جزء من الحل لا جزء من المشكلة هذا هو الموقف عند موريتان والذي دائما يجسد بطريقة لده ترجمة نانسي قنقر